أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل أقدم معنا بأن نوحا عليه السلام دعا طومه إلى التوحيد ألف سنة إلا خمسين عاما يقول وعندنا من يقول لا تشددوا في التوحيد ولا تفرقوا كلمة المسلمين فالأصل في المسلمين التوحيد فما الجواب عن هذه الشبهة المخالفة لدعوة الرسل عليه السلام الرسل يدعون إلى التوحيد ويحثون عليه ويبدأون به وهذا يثبت عن الدعوة إلى التوحيد هذه طريقة الحزبيين الذين يهتمون بمناهج جماعاتهم وحزبياتهم ولا يهتمون بالتوحيد والعقيدة هذه طريقة ظلال مخالفة لطريقة الرسل عليه الصلاة والسلام طريقة أهل العلم السلس الصاني نعم فلا يلتبت إليها ولا يعبأ بها بل تنكر تستنكر والناس بحاجة إلى دروس التوحيد وتعليم التوحيد لأن يقع الخطأ ويقع الجهل ويقع كثير من الأموم فإذا ترك تعليم التوحيد دب إلى الناس البدع والشرفيات والقرافات نعم